موسيقى 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 رائع جدا كيستحق التجريبة خليكم تشوفوا الفيديو وطريقة التحضير ما نطولش عليكم اول حاجة غني نحتاجو 250 جرام فبالنسبة للسيدات اللي ما عندوش العبار ديال 250 جرام او لا ما عندوش الميزان فجوجد الكؤوس ونصف ديال الدقيق الفورس رطب هي 250 جرام عندنا هنا ما يعادل 4 ديال الملاعق ديال الزيت ناباتية او بالكؤوس ربع كاس نحتاجو كذلك جوج ديال الملاعق مملوقة جيدا بالنسبة للملاعق فاللملاعق الكبر ديال السكر سنيدة وغاد نحتاجو نصف كأس ديال الماء بالنسبة للماء فكيبقى حسب الخالط يعني انا درت نصف كأس بعد المرات نصف كأس كتكفاني بعد المرات كنزيد شي ثلاثة دلمعي لقد تبحل هكاك يعني ولا حسب عدتاني العبار ديال الكأس دروري ديروا عيننا ميزانا بالنسبة للخاميرا غاد نحتاجو هنا ملعقة ونصف ديال الخميرة العادية او للخميرة حبوب لكن تعدكم الخميرة المعجونة فغادي تديرو جوج ديال الملاعق وكذلك غادي نحتاجو قبيصة ديال الملح بالنسبة للزيت اللي ما بغاش يضيفها البنات يضيف ملعقة ديال الزبدة ملعقة مملوءة جيدا يعني اللي غادي تعجن اللي العجين مزيان لكن انا قلت لكم المكونات اللي دايرة هنا راه بدون زبدة بدون حليب يعني فقط زيت كتجي غزالة بزاف وكتجي مفشفشا فغادي ناخد الزلفة ديالي اللي غادي اخذن فيها هاد المكونات وغادي نبدأ نجمع فيها الخالط ديالي غادي نضيف ميتين وخمسين جرام ديال الفورس نحاول اني ننقاد الكاميرا سمحو ديال باش تجيني نيشان ثم غادي ندير قبيصة ديال الملح هندير واحد الحفيران الوسط باش هكا الخميرة ديالي ننفزقها في الاول بالنسبة لبنات الماء فيكون الماء دافي ما يكونش سخون بزاف باش ما نحرقوش الخميرة وما يكونش عوتاني بارد لان الجودة بارد فباش تعاون انه تختامر ضغير وغادي نقول لكم كادا ليكسر ديال الاختمار باش انه يختامر لكم يعني بطريقة مزيانة لان هاد القرص هذا اولا هاد البريوش فما كيصلحش انه يتغطى يعني لا غطيته كيل تسقلك هادي هي النصيحة اللي غا نقول لكم وغا تشوفوا معايا يعني شنوقع لي انا ديت واحد الغلاط ما بغا تكونش حتى انتم ما تطيحوا فيه فانبدأ بحل ما هاكا كندلك وكنزيد الماء فانا زيتهنات قريبا من وردك نتسقل ثلاثة ديال الملاعق لكن كيما قلت لكم فاكتافيه فقط بنسبة كاس حتى تشوفوا باش ما تجيكمش جارية بزاف بالنسبة للسيدات اللي جيهم جارية بزاف فماشي مشكيل ما كانش اشكال غادي تبقى يزيد الدقيق حتى تولي لك اما بين جارية وشاد دراسة يعني ما تكونش قاسحة وف نفس الوقت ما تكونش عوتاني جارية بزاف وخبريوش يعني ضروري انو العجينة ديالو تكون شاد دراسها شوية يعني كتلتسق باليدين لكن شاد دراسها فغادي مبدأ ندلكها بهذا الشكل روخاك تشوفوا الماء فيها رعا من بعد ما كن بدأوا ندلكوها فراها كتشرب ذاك الماء كامل انا غادي ناخدها ونحطها في سطح العامل ولي كنتحكم فيها اكتر دائما لا رضيتوا البال في الفيديو وديلي كاملين طريقة ديال دياليك هي هادي باش كيتتلك لي العجين مزيان بحل بحشكد الماكينة يعني حتى هي كتبقى تخبط العجينة كتدلكها تماما هاد بالنسبة لي بساني ممكن شي سيدة تكون كتفضل ذاك البونيا كيما كنقولو لكن انا بالنسبة لي هادي هي افضل دليك عندي كنحسب العجينة كتتخدم ضغية ضغية فكندوزة هنا لانا بقلية شوية ديال الماء حيث غنحطها في ذاك البول باش تختامن فدوزتها في باش تشرب ذاك الماء ونعود ثاني ندلكها باش هاك تشرب لي ذاك الماء كامل وعاد غادي نحطها باش تختامر ماشي تختامر يعني تتفيد تقريبا واحد العشرة ديال دقايق بحل غيكة ترتاح كترد درسها كيما تنقولو وعاد كناخدها باش نعاود نخدم بيها فغادي نحطها ونخليها عشرة ديال دقايق بالحسابة البناتة نخليتها عشرة ديال دقايق ما زدت ما نقصد يعني غيكة لما جمعت شروينها كحدايا وهذا ورجعت ليها ضغية ضغية ومبعد ما رجعت ليها غادي ناخدها وغادي نحاول انني نقطعها يعني قيطع فانا بنيسبة لهاد ميتين وخمسين قرام اعطيتني عشرة ديال ديال بريوشات صغيرين زويونين يعني جاو وما هادوك في الحطة مش يعطيني دوك صغيرين اللي فيهم عضة واحدة لكن يعني فيهم الخير والبراكة فميتين وخمسين قرام كتعطينا عشرة ديال الحبات غادي نقوليكم حتى بالميزان شحال شحال العبار اللي خديت انا في كل كورة كيعجبنين ديال الميزان بصراحة لانه كيخلي لي كيخلي يعني اللي جينا ديلي كجي تقدى واحدة اوزوينا حتى بالنسبة لنا تلي كيخدموه في المحلات يعني رغي من بعد كيشدو العبار فيديو ما كيبقوش يعبرو اما في الاول ضروري انك تعبري باش هكا ما كتضيعيش وما كتضيعيش الكليان اللي غادي تبعي لي فكيما قلت لكم العبار اللي درت فهو تلاتة وخمسين تلاتة وخمسين في الحبة غادي نحاول انني نلول بهم بهذا الشكل هذا ضغية ضغية ونحطهم جانبا حتى نساليهم كاملين غادي ناخد لاتة اللي مدير فيها البابي الكويسان وغادي نغطيهم ونخليهم هنا في نغنخليهم اربع ساعة باش يرتاحوا لي واحد شوية لانه كيما كتعرفو القرص البريوش قاع هادولي كيكونوا منفوخين وزوينين من الدخل مقطنين فضروري كيحتاجوا شوية ديال الخميرة يحتاجوا شوية ارتاحوا وياخدوا راحتهم فمن بعد ما ارتاحوا لي واحد شوية غادي نحاول انني بدأ نقرسهم نقرسهم واحد شوية لانه ما زال غادي نتفخوا لي واحد الملاحظة للبنات هي انكم ما تلاقيوش العجينة ما تقربوهاش كيما قربتها فعادي يعني لكن تبغيتوا تديرو لاتة واحدة غادي غادي تلاتبو لكم شوية من جناب كيما غادي تشوفوا معايا فالاخر يعني ماشي غادي يخسرو لكم لكن لا بغيتوا يعني يجي دورة ديالهم زوينة وضايرة مقادة فحاولوا انكم تباعدوهم يعني بحالة غادي تديري فاللاتة غادي تديري غير ستا ديال 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 بريوشات فكل الاتة غادي تديري ستا ديال بريوشات باش هكا تخلي تباعد بيناتهم من بعد ما يختامروا فيلقوا فيني فيني يطلعوا ماشي يختامروا ويتلاسقوا مع بعضهم فالسمك هو هذا الشكل دياله فما كنخليهاش كبيرة بزاف وما كنديرهاش او تانية القيقة بزاف يعني كنخليها واحد شوية طالعة ثم من بعد غادي ناخد البيض بيضة كاملة مدرش الاصفر فقط بيضة كاملة استعملتها خديتها وبديت كندهن هاد الهاد البريوشات ديالي وغادي نخليهم بعد ما ندهنهم باش يختامروا لي ضروري انه يضعف الحجم ديالهم قلت لكم الابنات واحد نصيحة اللي غادي نصحكم واللي موهم ما جدا هي انكم ما تغطيوهمش إلا كان لكن تزربان عليها او الجو بارد بحال ما هكذا فغادي تصخني الفرن هادي النصيحة اللي غا نقول لكم في اي حاجة بتتخمروها تصخنوا الفرن عشرة ديال دقايق عشرة ديال دقايق بالحساب الابنات وغادي تطفيوه تخليوه واحد القصمين بحال ما هكاك وتخشيو العجينة ديالكم اللي بغيتوا تخمروه تخشيوها في الفرن وتصدوه تخليوه واحد شوية منفس باش ماشي تطيب لكم العجينة فقط تختامر هاد شي هدي هي الطريقة يعني اللي كندير انا بنسبة للاختيمار ما تغطيوهش انا كيما كنشوفو را غطيتو المرة اللولى اراه مني بغيت نهز البلاستيكا باش غطيتو التاسقات لي اذا كشي اللي اش قد لكم ما تديروش هاد الطريقة نهائيا خليوه اريان وخشيوه من بعد ما تصخنو الفرن والطفع والفرن اكين بعد ما اددوش ديالكم غادي يخملكم سوى بريوش سوى خبز سوى اي حاجة كتختامر دلوليها على الطريقة سوى كرواز اي حاجة ثم من بعد ما اختامرت لي وضعف الحجم دياله كما كتشوفو راها طلعت فاخديت شوية ديال كنقص بيد ديال بصبعي الفورس وكندير تقيبة يعني في الواسط بهذا الشكل كنحاول انني ندوز هديك تقيبة في الواسط ديال هاد البريوش ديالي ممكن لا كانت عندكم شي شي غلاقة او لاش حاجة تجيكم سهل يعني كانت غدا سهلة لكم تدوزوها في الدقيق وتوركو يعني وتوري كوحدة ادي لكم تقيبة الواسط باش هكا نقدرون نعمروها بالنسبة للحوش والبنات اللي الواسط كاي اللي كيعمرها بالكريم باتي سير كاي اللي كيعمرها بشي بشي سيرو عندو بشي نكها يعني كاي اللي كيعمرها كذلك بالكون فيتور كاي اللي كيعمرها بليفخوي ميسلين كله باش كيعمرها هدك شي كيبقى اختياري حسب كل سيدة وشنون توفر عندها ولكن الاساسي ديال الوصفة يعني باش تكمل انها وصفة سهلة واقتصادية بدون مكونات كتيرة فغادي تديرو فقط الكون فيتور كانت توفر عندكم كيف ما انا شوية ديال تفاح او لشوية ديال ليمون او لشي حاجة بحل ما هكا بغيتوا تضيفوها فممكن تضيفوها انا غادي ندير معاكم واحد زوجات غيب الكون فيتور فقط والبقية غادي نكملو بالتفاح اللي قردتو فهادو نحاول انني نعمرهم واحد شوية اللي غندير فيهم غير كنفيتور فقط بالنسبة للكنفيتور البنات فما تديروش الكون فيتور الجاري ديرو الكون فيتور اللي عاقد ديال للماكلة وهادو اللاخرين اللي غادي ندير فيهم تفاح فما درتش فيهم او ما عمرتو مش بزف بالكون فيتور درتش فيهم فقط غير واحد الكيمية صغيرة اللي غادي تلصق لها دك تفاح حطيت التفاح من فوقهم كاملي ومن بعد قدرت عليهم واحد شوية ديالكم فيتير الجاري إلا كانتوفر عندكم ما كانتوفر عندكم الجاري كان عندكم القاسح فقط ديروا عاو تاني غير واحد شوية ديال القاسح من الفوق غير باش يتغطى دكتفاح ما يتحرق لناش وكي يجي المنظر دياله زوين بزاف الآن بغيتوا تخليه بحال ما هكا رشو عليه غير شوية ديال ساني ده من الفوق باش هكي يذهب لكم ويعطي منظر زوين يعني فكال احتمالات كتبقى يعني اي حاجة بغيتي تديريها ممكن تديريها امتح حاجة ما غدي تخسر لك الدكور ديال البريوشة ديالك ما كانش عندك الكون فيتير جاري ساني فقط بشوية دير سكرس شيه من الفوق حتى بالنسبة للبنات لي ما عندهمش البيض نتوفر عندهم غير الحليب فقط فيدهنوا غير بالحليب ديال المرحلة اللولة قبل الاختمار اللي دهنناه بالبيض دهنوا هنتو ما غير بالحليب وبالنسبة للنار اللي بنات في هاد المرحلة هادي فانا سخنت الفرن على مية وسبعين داراجة حتى مية وثمانين داراجة شعلت من الفوق ومن التحت قربتوا شوية للرف التحتاني باش هكا طيب لي من التحت على ما تتحمر من الفوق وكيكون هادا هو الشكل يلعن بعد ما كتبليت حمرات فكنخرجهم كيجيوا مقطنين وزوينين بزاف بزاف بصراحة بالنسبة لدوك الجواني بليقت لكم التسقولية فكيما كتشوفوا هكا إلا بغيتوهم ما يلتسقوش فحاولوا أنكم تخليوا واحد شوية ديالي سباص بين كله وحدة وحدة يعني أنا حاولت ندير لاطة وحدة وبالنسبة اللي بغيروا يزينوا هادو كل يقدروا يديرهم غيب الكونفيتور فقط فبالنسبة لهدو ديالتفاح ما يحتاجوش أنهم يتزينوا فقط ما بغيرت يديروا عليهم شي غاية هكا بشكلات أو لشي حاجة ولكن ما كنظنش أنهم يحتاجوا أنهم يتزينوا أولا تدهنهم من الجوانب بالناباج أولا بالكونفيتور وغادي نمشي وردوك اللي فيهم الكونفيتور فقط هما اللي ممكن أنكم تدهنهم بالناباج من جناب وديروا عليهم شوية ديال اللوز أولا شوية ديال شوية ديال شكلات أولا اللوز مهرمش أولا الكوكو مهرمش يعني أي حاجة بغيتو تديروها فبجددوهم شوية ديال المنظر كيما غادي تشوفوا معايا غادي نزين معاكم واحد الوحدة فقط باشت يعني كطريقة يعني باش شوفوا كيفاش كي يجيو لابغيتو تديرو الشكل ديال الكونفيتور العادي وتزينو بهذا الشكل فاديهنتو بالكونفيتور ما متوفرش عندي الناباج سالالية ورشيت عليه الشوكولات فرمي سيل شوكولا كي يجي بهذا الشكل كيعطي واحد المنظر هو في صراحة وخا بلا مدهنو لابناباج لابتشي حاجة كي تجي فيها واحد البريون اللي غزال غزال بزاف كيما كتشوفوا كلهم كي يبري وبحالي لمدهونين وصلنا لآخر الفيديو هذا هو الشكل ديال البريوش ديالنا اللي كي يجيزوين بزاف مقطن رائع كي يستحق التجريبة وجدوه لوليداتكم كذلك السيدات اللي بغي يبيعوا في المحلات فراه ناجح وغادي يحمقوا عليه الكليان ديالكم ما سخيتش بيكم البنات خليتكم على خير نتلقى من شاء الله في فيديو قادم بإذن الله اشتركوا في القناة